تحية لكل مشاهدين في حكي ميديا قصاص مواقع التواصل الاجتماعي لليوم البداية من شركة جوجل التي شغلت جميع مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي اليوم حيث تسبب عطل كبير اليوم الاثنين في توقف جميع خدمات شركة جوجل الامريكية حول العالم من بينها طبعا موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ورصدت مواقع التكنولوجيا حول العالم عدم قدرة المستخدمين في نحو الساعة الثانية عشر والنصف بتوقيت جرينيتش على الدخول إلى أي من مخدمات الشركة شركة جوجل سواء محرك البحث نفسه أو خدمات جيميل ويوتيوب وجوجل درايف وغيرها واستمر ذلك التوقف بضع دقائق حتى عادت لاحقا وتناقل مئات الآلاف حول العالم صورا لرسائل الأخطاء التي تظهرها خدمات جوجل وأبرزها يوتيوب وجيميل وتطبيق الخرائط الشهير جوجل مابس موقع داون ديتكتر لمراقبة الأعطال كان ذكر أن أكثر من 12 ألف مستخدم ليوتيوب تأثروا بالعطل في أنحاء مختلفة من العالم منها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وغيرها من الموقع وبحسب الموقع فإن 54% من المستخدمين حول العالم قالوا أنهم لا يستطيعون الوصول إلى تطبيق يوتيوب و 48% تمكنوا من فتح التطبيق لكن لم يستطيعوا مشاهدة مقاطع الفيديو و 3% لم يتمكنوا من تسجيل الدخول بينما لم يتمكن 75% من تسجيل الدخول على تطبيق جيميل و لم يتمكن 15% من الوصول إليه عبر موقعه و لم يتلقى 8% أي رسائل عليه جوجل لم تعلق رسميا حتى الآن على هذا الموضوع لكن حسابهم في تويتر حساب تيم يوتيوب الرسمي في تويتر قال في هذه التغريدة التي كتبها تيم يوتيوب الحساب الرسمي قال تغريدة قبل ثلاث ساعات طبعا يقول نحن ندرك أن العديد منكم يواجه مشكلات في الوصول إلى يوتيوب في الوقت الحالي فريقنا على علم بذلك ويقوم بدراسة الأمر سنقوم بإعلامك هنا بمجرد حصولنا على المزيد من الأخبار ولاحقا أعاد تغريد هذه التغريدة مرة أخرى وقال يجب أن تكون قادرا على الوصول إلى يوتيوب تحديث لقد عدنا إلى العمل مرة أخرى والاستمتاع بمقاطع الفيديو كالمعتد أو بإمكانك الاستمتاع مرة أخرى بهذه الخدمة التفاعلات حول هذا الموضوع كبير وخاصة من السوريين كتبوا الكثير من المنشورات في منصات مواقع التواصل الاجتماعي جمالة تقول في هذا المنشور قالوا أنه وقف اليوتيوب رح تفتحها تطلع عن جد موقف حسيت تربطوا إيدي وأنا ما عندي شغل على اليوتيوب أصلا أما ظافر فيشارك هذه الصورة ويقول حد عنده رقم شركة جوجل الأرضي يشف لنا أيما تبترجع الكهرباء أما بالنسبة لمسلم فيقول توقف جوجل ويوتيوب نهاية سنة عامرة مليئة بالمفاجآت الرائعة ولا لسه فيه 15 يوم بلياليهم أما آخر المنشورات لمحمد يقول إذا حسابات جوجل وقفت شو ظل بهالسنة المعطاءة ليس الأخير محمد طبعا هناك منشور آخر لزافر يقول هذا المكرر طبعا المنشور قرأناه لزافر حدا عنده رقم شركة الجوجل الأرضي شف لنا إمتى بترجع الكهرباء طبعا يعني مشكلة جوجل جميع سوريين تعايشوا معها وكتبوا عنها اليوم لم تتجاوز الدقائق أو الساعات وحلت المشكلة مرة أخرى إلى موضوعنا التالي